السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته أيها الحاضرون مرحبا بكم في هذه الحفلة العلمية الأسبوعية معنا الشيخ محمد عبد الغفر ضيف الأسبوع هذا الأسبوع ومدير الحفلة الشيخ معين الدين المدني حفظه الله وهذه الحفلة هذه أول حفلة علمية أسبوعية تحت إدارة المدرسة السمونية العربية نحن نستمر ونداوم على هذه العمل المبارك إن شاء الله في كل أسبوع في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرا إن شاء الله ويستمر هذه الحفلة حوالي نصف ساعة إن شاء الله نحن على حسب الموضوع نعم نحن في كل موضوع نحن نتحدث في في كل أسبوع نتحدث عن موضوع ويكون الحفلة بالطبع باللغة العربية يكون هناك محاضر ومدير والمستمعون ندعو كل أسبوع الضيوف والمحاضر وهكذا نستمر إن شاء الله والله الموافق والمعين فلنبدأ حفلتنا الميمونة المباركة إن شاء الله ونريد أن نبدأ هذه الحفلة بكلمة وجيزة ف فندعو لا حد موضوع ما هو الموضوع اليوم وموضوع اليوم التوحيد التوحيد يتحدث المحاضر الشيخ عبد الغفار عن التوحيد حوالي خمسة عشر دقائق خمسة عشر دقيقة ثم نسأل الشيخ وهو يجيب ونناقش وهكذا خمسة عشر دقيقة وينتهي وتنتهي الحفلة بكلمة المدير الشيخ معين الدين المدني حفظه الله فلنبدأ حفلتنا الميمونة بكلمة المدير فليتفضل مشكورا وإياكم كلامنا فلنبدأ كلامنا هذه حفلة تبدأ بكلمة المحاضر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله محمد تعالى استغفر الله بسم الله والحمد لله الذي عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل شوك وقتات وعلى آله وصحبه أجماعين وبعد فأشكر لكم إعدادكم هذه الندوة العلمية المباركة والحفلة الإيمانية المحضوضة في لحاب مدرستكم المفضلة المدرسة السمنية العربية فجزاكم الله كل الخير والقائمين عليها كل الجزاء أحبة في الله فإنني أقول بكل صراحة وشدة بعدم جدارتي لهذه المكرمة العظيمة مكرمة إلقاء المحاضرة والخطب والخطب العلمية بين أيديكم فإنني أعتبر نفسي كتلميذ صغير لكم أسمعكم دروسي اليومية لأن تنقدوها وتنقحوها تفضلا علي لا أنني كشيخ أو معلم أو محاضر بل أنا تلميذ صغير أسمع دروسي اليومية بين أيديكم فاخترت اليوم عنوان حاجة الإنسان إلى التوحيد عنواننا اليوم حاجة الإنسان إلى التوحيد فهناك ثلاث كلمات الحاجة الإنسان التوحيد فقد كونت محاضرتي بطرح ثلاث أسئلة أولا ما هو الإنسان ثانيا ما هي الحاجة ثالثا ما هو التوحيد وأحاول حسب الاستطاع المقارنة بين أجوبة هذه الأسئلة بتوفيق من الله العزيز العلم والله ولي التوفيق وعليه التبلان في جميع الشؤون والأحوال خيرا فأقول والعلم عند الله ما هو الإنسان وقبل كل شيء لابد أن نعلم ما هو الإنسان فإننا كلنا هنا نعتبر أنفسنا إنسانا فلابد أن نعرف نفوسنا الإنسان هو أشرف خلق متغير في صفحة هذا الوجود علما وعملا ذو العقل والتفكير والمواهب المكنونة والأخلاق الفاضلة والقوات الغير المحدودة والإحساسات الصادقة ابتدأ الله سبحانه وتعالى خلقه من طين ثم من نطفة أمشاج يبتليه علمه القرآن وأخذ منه العهد في عالم الدر در ونزل على قلبه القرآن ليكون له أو عليه يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم قال الله تعالى في خلق الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة يعني من نطفة أمشاج أمشاج جمع مشيج يعني من نطفة خليط بماء الرجل وماء المرأة لماذا نبتليه فجعلناه سميعا مصيرا أيشكر على نعمه أم يكفر بها فيكون خاسرا دنياه وأخرى وقال في خلقه أيضا في سورة المؤمنين وَلَقَدْ خَلَقْنَا من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وقال تعالى هذا الإنسان قد علمه ربه القرآن الكريم حينما خلقه وما الدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن انظروا لاحظوا وانتبهوا علم بصيغة الماضي يعني علمه معناه كل إنسان معلم من الله سبحانه وتعالى القرآن علمه نزله في قلبه على قلبك لتكون من المنذرين وهكذا هذا الإنسان بدأت تاريخه من عالم الذر لا من بطن أمه متى بدأ؟ من عالم الذر لما كنا معا في عالم الذر سألنا ربنا ألفت بربكم؟ قالوا بلى بلى قد اعترفنا بالربوبية ونحن في عالم الذر فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من نطفة كما بيّن ذلك بوضوح وصراحة في القرآن الكريم كما ذكرنا هذا هو تعريف الإنسان ب اختصار السؤال الثاني ما هي الحاجة؟ إذن لما جاء الإنسان لابد أن يحتاج أن يكون له حاجيات إذن نتعرف الآن على معنى الحاجة ما هي الحاجة؟ فأقول والعلم عند الله الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته وجمعها حاجات وحوائج وحاجة يحوج حوجا من باب نصر ينصر إحتاجا قال تعالى وإلا حاجة في نفس يعقوبة قضاها هكذا قال الأصفهاني في المفردان في غريب القرآن إذن نقول الحاجة إما محدودة وإما غير محدودة يعني لا متناهية لا تنتهي محدودة الإنسان له حوائج محدودة كمطعم ومشرب ومسكن وملبس والدراسة والنكاح وكذلك هذه حوائج محدودة وهناك حوائج غير محدودة ما هي؟ مثلاً كل مننا يريد أن يعيش كم سنة؟ عشرون ثلاثون خمسون يريد أن يعيش يعيش لأن كثرة المستشفيات والطب الحديث تدل على ذلك أن الإنسان يريد أن يعيش حياة لا نهاية لها لا حدود لها وكذلك هذه محدودة غير محدودة حاجة غير محدودة وكذلك الإنسان يريد أن يكون دائماً صحيحاً سليماً من كل العيوب الجسدية فلأجل ذلك كلما يمرض كلما يصيبه مرض يبادل إلى الأطباء يقابل الأطباء يذهب إلى المستشفى وكذلك الإنسان يريد ويحتاج أن ينقذ نفسه من الأذى والمشاق هذه وبائع الإنسان هذه ما يحتاج إليه الإنسان حاجة غير محدودة إذا علمنا أن الإنسان يحتاج حاجة محدودة وحاجة غير محدودة فنسمي الأول الحاجة الدنيوية ونسمي الثاني الحاجة الأخروية مهما يريد الإنسان أن يقضي حوائجه دنيوياً لا يستطيع ومهما يتطلع ويتطلب لقضاء هذه الشهوات لا يستطيع لأن هذه محدودة فلو نقارن نرى أن الإنسان أن الإنسان لو نوازن بين الإنسان أنا ونحن ثلاثة هنا يعني من الصباح إلى المساء هل نحن نعمل للمطعم أو للمشرب أو كم ساعة من ساعاتنا كم وقتا من أوقاتنا نعمل قلوبنا وعقولنا وكم وقتا نعمل لهوانا ولشهواتنا ولحاجاتنا الغير المحدودة وفي الحديث ماذا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجس من اتبع الهوى وتمنى على الله الأمان قال الحسن البصري رحمه الله هيهات هيهات أهلك الناس الأمان قول بلا عمل معرفة بغير صبر إيمان بلا يقين وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري يعني الحياء الغير المحدودة الحياء الأخروية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى آه يقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت في بصيرة كان لي بصر كنت أرى قال كذلك أتتك آياتنا فنثيتها فكذلك اليوم تمسى يعني لا تعتبر أنت ترد أنت غير مقبول هذه الحاجة وبقي هناك السؤال الثالث ما هو التوحيد إذن نقول التوحيد وحد مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده ونفى عنه تحدد تعدد والتوحيد في عرف الشرع هو كلام يدور حول كلمة لا إله إلا الله التوحيد هو كلام يدور حول كلمة لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله عقد كما أن النكاح عقد البيع عقد إذا نتكلم مع البائع يا أخي ادفع إليه هذا لا بد إذا تم التواصل بيني وبينه ينعقد العقد فلا بد أن أدفع إليه النقوط وقد كسبته بعرق جبيل وأخذ منه المال فكذلك النكاح إذا تم الزواج تم القبول والجواب ينعقد النكاح فعلى الزوج الالتزامات وعلى الزوجة الالتزامات الأمور المسؤوليات العظيمة فكذلك التوحيد عقد فمن أقر بهذا العقد فعليه الالتزامات والشروط فإذا كلما أقر بهذا العقد فمعنىه ليس بحر لا يستطع يمشي في الطريق يلتفت إلى هنا وهنا لا أصبح مقيدا أصبح عبدا يراه ويبصره ويبتب أوامره وينفذ أحكامه هناك أقسام للتوحيد نحن نعلم توحيد الألوهية أو توحيد في الألوهية توحيد في الربوبية توحيد في الأثماء والصفات فنحن نعترف ونعلم أن المشركين أيضا كانوا يعترفون بالتوحيد في الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله المشركون أيضا كانوا يعترفون مع كونهم منغمسين في الشرك وهكذا الأمر في توحيد الأثماء والصفات ولكن الأمر الذي تختلف تماما عنا وعن المشركين هو توحيد الألوهية هذا الذي كتب الشيخ عبدالوهاب النجد كتابه التوحيد ابتنى على هذا الأمر توحيد العبادة فنحن نريد أن نتكلم عن هذا الأمر يعني توحيد في العبادة إذا كان التوحيد أمر يدور حول كلمة لا إله إلا الله فنحن نفسر كلمة الإله كم قسما للإله الإله ثلاثة أقسام أولا الأصنام كان المشركون يعبدون الأصنام أجعل الآلهة إلها واحدة هكذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلن بهذه الكلمة الطيبة المباركة وهكذا إن هذا قاف والقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ثم هنا هذا الأصنام الإله الثلاثة هنا الأول الأصنام الثاني نحن صراحة وبديهيا نحن لا نحب الأصنام ولا نفجد لها وثانيا الشيطان لا تعبد لا تعبد الشيطان هذا أيضا معبد فإن الشيطان له قوة فقد أخذ العهد من رب العالمين فإنه يغذي عباده لأضلينهم لأضلنهم ولأمنينهم ولأامرنهم هكذا فقد أخذ العهد من رب العالمين ثم أيضا نحن لا نحب الشيطان كلنا نستعيد من الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن بقي هناك إله ثالث هذا هذا الإله الذي أمر القرآن وأشاد بذكرها أن نخالفه هذا الإله سماه القرآن بالهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إذن الهوى أين الهوى هل الهوى في الخارج هل الهوى في المدرسة الهوى مح كل منا الهوى النفس أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يعني النفس ذات الإنسان هنا في هذه الآية النفس من أخمص قدمه إلى منبط شعره يعني ذات الإنسان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني جاءت هناك كلمة الإله لابد أن نسائل أنفسنا هل اتخذت أنا إلهي هوايا أم ماذا يقول الشاعر العربي هناك ما سلط بأربع أعداء إبليس والدنيا ونفس والهوى إبليس والدنيا ونفس والهوى نفس أنا والهوى معي نفس والهوى معي إذن قد توصلنا إلى هذه النتيجة أن هناك إلها نعبده ليل نهر صباح مساء ليسكن معنا أليس هذا يكون شركا مثلا الهوى ماذا يريد ماذا متطلبات الهوى الهوى يريد يريد الثناء الحمد لله رب العالمين الحمد لمن لله لله عز وجل ولكن الهوى يقول لا لا أنا أريد الحمد الهوى يقول الكبرياء لمن لله الهوى يقول لا أنا كبير أنا النبي ربيت ولدي مثلا هناك بقيت آية توحيد العبادة توحيد الألوهية جاء الشيخ عبدالوهاب النجد بأربع آيات وحديث واحد وأنا أذكر هنا آية واحدة فقط ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني ومن الناس كثير من الناس من يتخذ من دون الله أي من غير الله أنداد أنداد جمع النج أي المثيل والنظير يعني آلهة يشبه الله يحبونهم يحبون الأشجار والأصنام والشمس والقمر والحجر كحبهم لله عز وجل والعياذ بالله والذين آمنوا والذين وحدوا والذين طبقوا معنى التوحيد أشد حبا لله فالمؤمن الموحد يكون حبه لله وفي الله وإلى الله وأكبر دليل على ذلك حياة الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهذا ذو البجدين لما آمن وأقرب بهذا العقد قد ألزم على نفس التثامات عيث كان شابا مترفا منعما ترك عمه وأهله وبيته ولبس ثوبا واحدا فلما جاء شق شقين فلما رأه الصحابة قال يا ذا البجدين أصبح فقيرا بعد أن كان غنيا يعني من يقر بهذا العقد فلابد أن يتغير أن يغير حياته وختاما إخوتي في الله فقد توصلنا في هذه المحاضرة إلى معلومات جديدة أو قديمة منها الإنسان علمه القرآن الإنسان له حاجات محدودة وغير محدودة كثير من يستعمل جل أوقاته لحاجة محدودة وينسى أن هناك حاجة غير محدودة لا بد أن يعمل لها ثانيا التوحيد هناك بأقسامها المتنوعة كل منا في معركة وفي مخالفة مع ربنا كيف ذلك نحن نتبع الهوى فلو لم نستطع أن نخالفه كل المخالفة ونجاهده كل المجاهدة فنقع في الورطة حيث لا ينفع الندم يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم جزاكم الله جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء يا شيخنا كلمة وجيزة فيه علم كثير بارك الله فيك وحياك الله الآن نريد تعليقا من المدير الشيخ معين الدين المدني حفظه الله على هذا الدرس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدنا الكرام في هذه الحفلة المباركة قد جاء الشيخ عبد الغفار على حول الموضوع التوحيد قد قدمت علينا بيانا حول هذا الموضوع عن التوحيد الحمد لله استفدنا كثيرا وانتعلمنا كثيرا عن هذا الموضوع والآن السؤال إلى الشيخ تفضل الشيخ وقلت هنا الآلهة ثلاثة أقسم نعم أقسم أولا الأصنام والأشجار ثانيا الشيطان وثالثا الهواء أيوة نعم وهل هناك أقسم يعني الرابي والخامس للآلهة وهناك شرك لو نذهب إلى الشرك الآلهة هذه الأقسم من أعلم أنا أعتقد لو كان عندك هناك رابع تفضل رزاق الله خيرا وهنا أنا يعني رأي الشيطان نحن كل يوم نستعيد في البداية أقل التوام نقدم البسم الله ونذهب يعني عندما نذهب إلى بيت الخلا يعني نستعيد من الشيطان نعرفه ونحن يعني يعني نحضر منه من عند الله بالإستعاذة لكن الهواء يعني هل نحن نستعيد من ربنا يعني عن الهواء كم مرات في يومنا أسوال لي ولكم ونحن ننسى عن هذه الإله صح وهذا الكلمة عن الحواء أنا تعجبت وتعلمت وإن شاء الله بعد هذه الحفلة أنا إن شاء الله أعتمد أني أن أحذر أن هذا القسم الإله أني إن شاء الله وصي نفسي ونفسكم لا تنسون أن هذه إله هواء هذا ضروري صحيح والأسنام والشجر تركنا تماما الحمد لله هذا المؤمن أبدا لا يقترب منه أبدا لا نذهب إليهم صح أيها نعم والشيطان لا نعرف لا يعني نرى والقبور من أي قسم من الآخر هل أليس القبور الذي يذهب نعم هل يمكن الأسنام والأشجار الأسنام والأشجار أحجار أشجار ممكن تدخلوا إلى هذا القسم نعم القبوريون يدخلون تحت القسم الأول صح الحمد لله رزاق الله خير يا أخي الفاضل استفدت منك الحمد لله والسؤال الثاني قلت في الله لله إلى الله يعني ممكن لو سمحت يعني تشرح هذا في الحقيقة أنا يعني تعبير فقط الحب في الله هذا أنا رأيته في بعض كتب الأدب الحب في الله إلى الله ومن الله تعبير عربي فقط يعني كلها معنا واحد نعم الحب لله يعني للتأكيد هذا للتأكيد هذا للتأكيد بس نعم طيب جزاك الله خيرا والوقت ضيق نصلي صلاة العشاء إن شاء الله وأنا أختم هنا ولو كان عندك يا شيخ تعليك كان عندي بعض الأسئلة ولكن لدينا فقط دقيقتان أو ثلاثة السؤال عندي الهوى والشيطان هما ما